نروح لحقيقة نقطة مهمة جداً العبيد محمد مرجاة طبعاً نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات كان لي تصريحات أنا حابب بقف معاه شوية وأنا يمكن كنت تكلمت قبل كده أنه العالم كله النهاردة ودينا أمثلة في السادسة كتير جداً الناس اللي بتابع السادسة عارفة إحنا تكلمنا في بعض الملفات الحقيقة المرتبطة بصناعة واقتصاديات واستثمار الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص وعرضنا لحضراتكم نمازج مبهرة يعني مش بقولوا نمازج مضيئة نمازج مبهرة قدرت تعمل التحول ده فاستفادت على كل المستويات استفادت فنياً واستفادت مادياً واقتصادياً بشكل كبير جداً أبرزهم على سبيل مثال تجربة إحنا صلاتنا الضوء عليها فرنسا فرنسا اللي كانت دولة يعني محترمة تمتلك بطولة من البطولات الكويسة على المستوى الدولي الفرنسي يعني لكننا ما نقدرش نقول أنها دولة كبرى ما نقدرش نقارنها بإنجلترا ما نقدرش نقارنها بالبرازيل ما نقدرش نقارنها بإسبانيا أو بإيطاليا سواء من حيث الألقاب أو سواء من حيث قوة الأندية تعالوا نشوف فرنسا في السنوات الأخيرة إذرت تعمل إيه وإزاي فرنسا النهاردة بقت مرشح أول فأي بطولة بتدخلها وإزاي فرنسا النهاردة بقت تاني أكتر دول العالم من حيث تصدير اللعبين تصدير لأنه اللعب النهاردة بقى منتج اللعب النهاردة بقى سلعة مطلوبة وسلعة قيمة وسلعة ليها مرضود اقتصادي على بلدها برازيل النهاردة تعتمد على صناعة كرة القدم بشكل أساسي كواحد من أهم روافة الدخل القومي فرنسا بقت كده بلجيكا اعتقد في الطريق لكده لأنها نجحت كمان أنها تبتدي التجربة وتطلع وتصدر للحقيقة للعالم مجموعة مهمة جدا من أهم النجوم بقى النهاردة نجوم في كل الفرق الأساسية في العالم وعندها منتخب بقى بيدخل أي بطولة مرشح أول بلجيكا دي اللي يفتكر احنا كنا لعبناها قبل كده وكسبناها وعمر بلجيكا ما كان دولة مصنفة كقوة عظمة أو أنها لما تبعب في بطولة تبقى مرشحة أنها تبقى بطل أو تتوج بالبطولة دايما كانت بعيدة ودايما كانت بتدخل من الدور التامهي داي نهاردة بلجيكا دخلة على طول من دولة من ضمن الدول المرشحة دخلة كاس عالم دخلة بطولة أوروبا العيبة البلجيك في دورياتهم من أقل عيبة لوكاكو في إيطاليا دي براينا في إنجلترا هازرد في أسبانيا فإحنا منكلم على ثروة قومية يعني إحنا النهاردة عندنا مثلا محمد صلاح محمد صلاح يعتبر ثروة قومية بالنسبة لمصر ومشروع ناجح جدا ماذا لو أنه مصر عندها عشر عشرين خمسين محمد صلاح إيه هيكون من المرضود الفني والاقتصادي العميد محمد مرجاني تكلم في ده النهاردة الحقيقة تكلم أنه يعني كان حط مجموعة من العناوين اللي لابد الحقيقة أنه اللي عنده رؤية ونظرة لقطاع رياضة بشكل عام في مصر مش بس على مستوى المواهب واللعبين والمنتخبات لكن كمان على مستوى البنية التحتية والإنشاءات والمنشاءات الرياضية وأعتقد أنه الدولة المصرية في ده خدت أو قطعت شوط كبير جدا إحنا عندنا النهاردة في خلال سنوات بسيطة جدا طفرة رهيبة جدا في المنشاءات الرياضية والبنية التحتية إزاي تعافي تستغل ده؟ إزاي تقدر تتحدر أو تجاهز؟ ده كلام طبعا عميد محمد مرجان أنك تحول ده لصناعة واحتراف إزاي تقدر تستثمر فيه أو تدخل الاستثمار في قطاع الرياضة فيكون فيه استفادة على كل المستوى أولا الدولة تستفيد كلامه أنه الدولة بتتحمل على كاهلها عبق ميزانيات كبيرة جدا بيتم أنفقها لدعم الأندية ومركز الشباب في مصر في كل عن حقها دخول الاستثمار الرياضي في قطاع الرياضة يأثر بشكل كبير جدا إيجابا على أنه يشيل جزء من المسئولية وجزء من العبق من على كاهل الدولة نقطة تانية هي أنك أنت تكون بتوفر مصادر دخل فكرة تصدير يعني النهاردة عندنا في بعض اللعبات في السكواش مثلا في السباحة في التايكوندو في التنس في كرة القدم عندنا برضو أسماء زي النني وزي محمد صلاح وغيرهم أنا أش بس أش بكلم على أشخاص كأشخاص أش بكلم على التجارب عندك أسماء تسمح لك بأنك أنت تستثمر فيها بشكل كبير جدا ويبقى فيه عائد مادي كويس قوي ويبقى فيه عائد فني يرجع على المواهب دي في المقام الأول ويرجع على الدولة المصرية في المقام الثاني بمكاسب كتيرة جدا على كل المستويات فكرة دخول للإستثمار يعني على سبيل المثال كان عميد محمد مرجان بيتكلم مثلا على أمريكا وأنه الرياضة في أمريكا بتدخل سنويا لإقتصاد الأمريكي 220 مليار دولار رياضة فقط لغير ضعف اللي بتدخله صناعة سيارات لولايات المتحدة الأمريكية وأكتر من اللي بتدخله تدخله السينما الأمريكية وما أدراك ما السينما الأمريكية ومرضودها الاقتصادي عقصاد الأمريكي بتكلم على سينما بتأخذ العالم كله الرياضة بتدخل لأمريكا أكتر من صناعة السينما وبالتالي الحقيقة هو بيتكلم على فكرة دخول الاستثمار أو أهمية دخول الاستثمار وتحويل الرياضة لقطاع صناعي واستثماري يوفر فرص عمل للشباب يدي مساحة للمواهب أنها يتم اكتشافها ويتم رعايتها مبكرا ويبقى في تحقيق استفادة فنية واقتصادية على كل مستويات الحقيقة كلام محترم جدا وأرجو وأرجو أن رؤية دي يتم الاهتمام بيها ويتم تطبيقها أعتقد عندنا كيانات كتيرة في مصر قادرة تعمل الدور دا